أسطورة مصرية عصام الحضري في تصريح لوكالة أديان سبورت قائلا العراق سيوقف انتصارات المنتخب الياباني وأنا أبو محمد على يقين تم ضباط من أمن الملاعب في وزارة الداخلية العراقية يشاركون لأول مرة في إدارة أمن ملاعب بطولة كأس آسيا في قطر أبناء العمدة يواصلون التميز راضي شنيشل يستدعي حارس منتخب الشباب حسين حسن لصفوف المنتخب الأولمبي نادي تورينو الإيطالي يعلن اليوم بشكل رسمي تعاقده مع مدافع منتخب شباب العراق آدم طالب بحضور رئيس النادي أوربانو كايرو اعتراض كبير من قبل الإعلام الأسيوي على آلية افتتاح بطولة آسيا في دولة قطر 2023 وتحديدا من الإعلام الكوري وكذلك الياباني والباكستاني وبعض الدول الغير عربية وجاء في الاعتراض أن حفل الافتتاح من البداية حتى النهاية لم يذكر أي شيء من العادات والتقاليد التي تمارسها هذه الدول التي اعترضت على ذلك وأن هذه الدول اعترضت على مجموعة الحيوانات التي تم الرمز إليها أثناء الافتتاح وجاء في حديث الإعلام لاعتقد هذه الحيوانات تمثل رمز أو تقاليد دولية مدرب منتخب الشباب العراقي السابق فيصل عزيز في تصريح صحفي قائلا الافتتاح الذي تنتظره الملايين من قرة آسيا وتوقعناه يفوق كل التوقعات لكن بهذه البساطة الجميع تفاجئ بهذه التفاصيل والرموز الغير لائقة واستخدام الحيوانات في الافتتاح أمر آثار السخرية وكان عكس المتوقع وأضاف افتتاح كأس الخليج في البصرة يفوق هذا الافتتاح المبسط مئة بالمئة الشي الجميل في الافتتاح هو إعطاء قسم البطولة إلى كابتن المنتخب الفلسطيني ستشهد مباراة العراق وإندونيسيا افتقاد مدرب المنتخب العراقي الإسباني في سوس كاساس لسلاح مهم في مواجهته الافتتاحية ضمن كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر من 12 يناير كانون الثاني وحتى عشر فبراير شباط 2024 ويعمل مدرب المنتخب العراقي قبل حلول موعد مباراة العراق وإندونيسيا على توظيف لاعب بديل كي يكون أساسيا في التشكيل بعد تأكد إصابة أحد لاعبيه ويستهل المنتخب العراقي مبارايته في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر ضمن منافسات المجموعة الرابعة بملاقات منتخب إندونيسيا يوم الاثنين المقبل في الخامس عشر من يناير الجاري على ملعب أحمد بن علي بنادي يالريان مباراة العراق وإندونيسيا ستشهد غياد مدافع أساسي عن المواجهة وقالت مصادر خاصة لموقع المستديرة الرياضية إن المدرب كاساس سيفتقد في مباراة العراق وإندونيسيا فدمات مدافعه المحترف في صفوف أبهى السعودي سعد ناطق بسبب تعرضه لشد عضلي وغياده عن التدريبات الجماعية للفريق منذ ثلاث أيام رشح أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر في تصريحات حصرية لموقع العراق أربعة منتخبات عربية للمنافسة على لقب كأسي أسيا 2023 المنتظرة إقامتها في قطر ما بين 12 يناير كانون الثاني وحتى عشر فبراير شباط 2024 وتنطلق اليوم الجمعة فعاليات الموعد الكروي الأسيوي بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب لعنابي ونظيره منتخب لبنان في ملعب لوسيل لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى للمسابقة نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في كأسي أسيا خاصة أنها ستلعب في دولة قطر المنافسة ستكون صعبة لكن هناك منتخبات عربية قوية مثل السعودية وقطر والعراق والإمارات بمقدورها الفوز باللقب وجود عربي كبير في كأسي أسيا قطر 2023 وستشهد النسخة الثامنة عشر من كأسي أسيا التي تستضيفها دولة قطر مشاركة عشر منتخبات عربية في البطولة وهي قطر ولبنان في المجموعة الأول وسوريا في المجموعة الثانية والإمارات وفلسطين في المجموعة الثالثة ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة بينما سيتنافس منتخبا الأردن والبحرين ضمن المجموعة الخامسة فيما يشارك منتخبا السعودية وسلطنة عمان ضمن المجموعة السادسة وسبق لأربعة منتحبات عربية التتويج باللقب الأسيوي وهي الأخضر السعودي في ثلاث مناسبات ومنتخب الكويت الغائب عن نسخة 2023 مرة واحدة كما نال منتخب العراق اللقب في مناسبة وحيدة وهو نفسه عدد القاب منتخب قطر الذي توج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة جدير بالذكر أن دولة قطر ستحتضن منافسات كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها وذلك بعد نسختي عامي 1988 و2011 وأوضحت المصادر أن كاساس رغم تلقيه طمأنة من الفريق الطبي للمنتخب العراقي بعودة ناطق إلى التدريبات بعد 48 ساعة يوم واحد من التدريبات الأخيرة قبل مباراة العراق وإندونيسيا فإن المدرب الإسباني يفكر في عدم المجازفة بإشراك اللاعب بغية تجهيزه بشكل كامل لمواجهة المنتخب العراقي الثانية أمام اليابان ونوهت المصادر إلى أن كاساس يبحث عن اللاعب الجاهز بنسبة 100% في مباراة العراق وإندونيسيا لا سيما أن اللقاء الأول عادة ما يكون مهما في مشوار أي منتخب وفي ذات التوقيت ينظر بعيدا إلى المباراة المقبلة في نسخة 2023 لذلك فقد تشهد التشكيلة تغييرات من مباراة إلى أخرى ويعاني سعد ناطق ابن 33 عاما من إصادة سادقة إذ سبق له أن غاب عن مباراة العراق وإندونيسيا من جهة وفي اتنام من جهة أخرى في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 في 15 نوفمبر 22 الماضي واتخذ كاساس حينها قرارا بإبعاد اللاعب بناء على توجيهات الجهاز الطبي بعدم جاهزيته إذ قرر حينها الجهاز الفني منح اللاعب الراحة التمة والاستفادة من فترة أيام التوقف الدولي في العلاج والتأهيل ترجمة نانسي قنقر